لكن لابد أن تعلم أن هذه ليست نعمة واحدة في الإسلام بل والله نعم منها أن الله اختارنا أن نكون أهلاً لهذا الدين الإسلام دين الإسلام أتبع لي هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة هذا الفضل أدركه حبر من أحبار اليهود يعني عالم ممتلئ قال لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عندكم آية واحدة في القرآن لو على اليهود هذه نزلت جعلنا عيد قال ما هذه الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه كأنه يقول لهذا اليهود قال أبشر عندنا عيدين اثنين ليس عيد واحد قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة دين كامل لا يستطيع أحد يقول والله رأيت رؤية ونضيف شيء لهذا الدين أو كذا أو كذا أو كذا يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمعة